عقدت اليوم بمقر الأمم المتحدة في جنيف ندوات عدة عن الأوضاع في اليمن حيث ناقشت التقرير الخاص بالتهجير والنزوح لليبانيين للحديث أكثر يلتحق بنا من جنيف مراسلنا نايف نوفل أهلا بك نايف معنا ما الجديد لديك حول ندوات التي تنظيمها الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في اليمن؟ فعلا الندوات الخاصة باليمن تجري على قدم وساق انتهت قبل حوالي 45 دقيقة من الآن ندوة لنشطاء تحالف اليمن لرسط انتهاكات حقوق الإنسان حول أنزوح والتهجير الذي يعانيه الشعب اليمني خاصة بسبب ممارسات ميليشيات الحوثي وصالح وسياسات التهجير القصرية الذي تنتهجه هذه الميليشيات هناك ذكر التحالف خلال ندوته عن تهجير أكثر من 2400 عائلة يمنية خلال ستة أشهر فقط معظم هذه العائلات كانت من مدينة تعز ومدن أخرى حقيقة تعاني من حصار ميليشيات أو التي وقعت أو تقع تحت سيطرة الانقلابيين أيضا ذكرت الندوة عن أن نسبة الفقر جراء الانقلاب ارتفع إلى نسبة أكثر من 80% في اليمن بسبب الحصار المستمر من قبل جماعات الحوثي وصالح على معظم المناطق التي تسيطر عليها كان هناك أيضا فيلم وثائقي تم عرضه فيلم مؤثر عرض على مجلس حقوق الإنسان يحاكي معاناة الشعب اليمني جراء الانقلاب وجراء ممارسات ميليشيات الحوثي وصالح انتهت هذه الندوة وابتدأت بعد ذلك بلاحظات ندوة لمركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية تجري الآن يلقي فيها مسؤولون من المركز عرضا حول الجهود التي تبدلها المملكة العربية السعودية بشكل عام وجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات في تقديم المساعدات الإنسانية للدول التي تعاني من نزاعات مسلحة والدول النامية أقطار عربية وأجنبية خاصة في اليمن تم توزيع كتيبات على المشاركين وصور إنفوغرافيك أيضا توضح حجم المساعدات التي يقدمها المركز هنا كما ترون على الشاشة قدمت المملكة العربية السعودية إجمال المساعدات التي قدمتها منذ عام 2015 إلى عام 2017 نحو 8.2 مليار دولار لليمن هنا خاصة منها من مركز الملك سلمان حوالي 847 مليون دولار قدمت لليمنيين خلال عامين وذلك عبر سواء كانت عن طريق مشاريع تنموية أو عن طريق قوافل أو سلاسل أغذية أو شاحنات لنقل المستلزمات الطبية اللازمة وتجري الآن الندوة بحضور مشاركين من المجتمع المدني المشارك هنا في مجلس حقوق الإنسان هناك حضور مكثف من منظمات فاعلة داخل الأمم المتحدة لنقل صورة عن أو لمعرفة ماذا الجهود التي يقدمها مركز الملك سلمان سواء كان بالنسبة لليمن أو للدول الأخرى التي تعاني من النزاعات تنتهي طبعا الندوة بعد ربما ساعة من الآن وسيتم هناك طرح نقاشات وسيتم طرح أسئلة وتفاصيل هذه الجهود شكرا لك نايف أنا أشكرك وأعتذر منك لضيق الوقت كنت معنا من جنيف مرسلنا نايف نوفل شكرا جزيلا